أنا بصراحة أولاً عايزة أحيي كل أم مصرية كل سنة وإنتي طيبة ستة الحباب وستة الكل كل أم مصرية الأم المصرية دي هي الكنز هي الجوهرة هي كده وردة البيت يعني البيوت الحقيقة بتبقى عمرانة بالأمهات وطبعاً بتبقى الأم كده الحضنة اللي بتحتوي اللي بتطبطب اللي بتاخد بالها من كل حاجة النهاردة كمان خليني يقول السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكراً وقارنته أيضاً أسيدة انتصار السيسي شكراً على هذه الاحتفالية الرائعة شكراً سيادة الرئيس على كل الكلام اللي حضرتك قلته بتلقائية بمحبة قلته مرة كرئيس للجمهورية ومرة كرب للأسرة المصرية ومقدر لدور المرأة المصرية ومقدر للمرأة اللي بتشتغل واللي بتتعب واللي بتحتوي أسرتها بشكل كبير شكراً لأنك كمان قدمت للمجتمع إنه إزاي يحتفي بالمرأة وإنه المرأة دي مفروض إنها تحترم وتقدر ويتم التعامل معاها بشكل رائق وجميل على فكرة كل ما كانت المرأة في بيتها مصانة متصانة في مجتمعها في مكان عملها في شغلها في الشارع اللي بتمشي بيه تأكد إنك حتكون أمام مجتمع راقي جداً لأن المرأة كلما تم الرقي بيها والاحتفاء بيها كلما أعطت كمان أكتر وأكتر وأكتر ودل السيد الرئيس النهاردة الحقيقة أخص بيه المرأة المصرية ويعني من قلبه كان يتحدث وكان يكرم ويقدر المرأة المصرية بشكل رائع الحقيقة فاسمح لي سيد الرئيس باسم المرأة المصرية ومشاهداتي الأعزاء والمرأة المصرية في كل مكان أقول لحضرتك شكراً شكراً على كل ما تقدمه للمرأة المصرية